هل سبب خسارة المنتخب النهاردة هو جيب لعيب النادي الاهل؟ أكيد معصرين بس خلانا نتكلم إن اللعيبة اللي موجودة برضو أسماء يعني مش أنت مش بتجدد يعني يعني الأسماء اللي موجودة لو جينا بس نالها كده أسماء برضو لعبة أسماء تقيلة مش قليلة يعني حتى لو لعيبت الاهل هتأثر بس المفوض ما تأثرش بالشكل ده لأن برضو الأسماء إذا ما قلت لك أنت عندك يعني فيها عناصر بصراحة أنا مصدوم فيها النهاردة يعني طريق حمد وحمد فتحي أنا مصدوم فيهم هم اللي اتنين يعني طريق حمد مش ده طريق حمد اللي أنا أعرفه خالص مش تعالت للاتحاد التحاد الصعودي كان عامل مسلم رائع ولا غزا مالك ولا متاحب مصر حمد فتحي خلاني نتكلم برضو هتكلم عليه نفس كلام حسام عبد مجيد حمد فتحي في الفترة الأخيرة مع الأهلي كان بعد عن مستوى أنا أختلف معك في دي بصراحة لا حمد فتحي كان مش قاسب لا حمد فتحي جيف في الفترة الأخيرة بتاعت النادي الأهلي ما كانش في مستوى قد تنظر في الحتة الفترة الأخيرة كان كويس في فترة الأخيرة لا لا في فترة مستوى لا بالعكس ده في الفترة الأخيرة بتاعت حمد فتحي مع الأهلي كانت هي الأسوأ لا والله انت عاصدك على اللي قبلها في حقبة في حبة حمد فتحي أجاد في واجبات رجمية دهالو كولر بشكل ممتاز في الفترة الأخيرة أنا أتابع حمدي من فترة كبيرة جدا كابتن أبراهيم أصده على في فترة هو فعلا مستوىك اللي هو الفترة الأخيرة اللي هو أصده على الفترة اللي قبل دي اللي قبل آخر الموسم يا في نص الموسم كان في فترة أيها دي دي بتكلم فيها فأنا أسف فنقطة بس اللي هتكلم فيها أن أولا أنت عندك عنصرين في نص الملعب أنت مفتقدهم النهاردة يعني ما فيش ترابط ما بين حمدي فتحي ولا طاري النهاردة اللي اتنين فأسوأ حالته بتلابها النقطة اللي أنا هتكلم عليها أن أنت الناس كلها ما تتكلم عليك زيزو زيزو لعب كويس طبعا بس هل زيزو بقى خلاص هو يعني لعب دوري مصري بس نا طبعا لازم يكون لعب دوري هو اللعب لما يبقى نجم وبيتال عليه أحسن لعب يبقى يلعب مع النادي بتاعه ونفس المستوى بتاعه ونفس المستوى بتاعه منتخب مصر حقيقي فعلا زيزو من ساعة الفترة اللي هو اللعب فيها مع المنتخب مش هو الأداء بتاعه زي ما بيلعب مع الزمالك دي برضو عليها علامة استفاهم أنا عارف إن فيه الناس هتزعب بس أنا بتكلم أن أنت بتتكلم على أحسن لعب في مصر وإنت بتقول الكلام ده عشان أنت طبيعي تنتظر من زيزو المستوى الرائع اللي بيقدمها على مداره على المستوى اللي بيقدمها على الزمالك والنجومية اللي هي بتقال عليها مفهوض إنهم عن المنتخب يفرق مع المنتخب أيا كان بقى خصوص كمان وإنهم بيلعب في مكان الناس ما تقول يحسنوا بيلعب نحيتي ملا زيزو من النوعية اللي تلعب في الجزء الهجومي في أي حتة في أي حتة مش مش لازم يلعب نحيتي محمد صلاة أوكي لعيب بقى تاني مين؟ مصطفى محمد الله أستطيع بنتخب كل لا ما دي يا جماعة دي حقيقة هو بيتكلم فني النهاردة يعني خلي بالك مصطفى محمد عامل بداية معنا أنت جميل زي الفل من هو لسه ما يقول والله من هو لسه هتكلم تاني هدا في الدور فرنسي بقى فجرة في ماتشي أسيوبه كان جامل جدا كان كويس جدا نهاردة كان بكلم والله لسه هتكلم هو معنام أنا ما باجه أتفرج عليه في الحاجات اللي هي بتاعت وهو في الدور فرنسي بيموت نفسه وبيجري وبيروح وبيقاتل وبيشوت والهيدرز بتاعه ده والكورة بتاعته بتبقى يعني مركز فيها تركيز عالي جدا نهاردة كمية ميسبة صغير طبعية من تحركات غلط وحتى في كورة مسكها أم واقع وكمستسلم شواء المدافعين تقول هو مش يعني أنا حاس أن الخطوط بتاعتنا كابتن إبراهيم كانت بعيدة أقوى عن بعض نهاردة كل واحد شغال واحد كابتشي فيها سألك سألك إيه الفرق بين واحد نجم وواحد لسه طالع النجم ده هو اللي بيشلك الفرقة النجم اللي بيعمل فرق دايما حتى لو أنا مستوى وحش وغدالك هعرفه أفصح هعرف يعني أفوق نفسي هعرف أن أنا أفيد الفرقة بتاعتي أنا يعني الفاترة اللي أنا شفتها لمصطفى محمد مع المنتخب مش نفس المستوى بتاعه مع وهو بيلاعب في فرنسا يعني أنا قبل ما ييجي متفرجله على مطشات هيل ومقصر الدين طب فين بقى الأداء بتاع المنتخب هل فيه نقطة برضو ممكن حلق جماعيات تحت المنتخب بتكسر أنا لسه أقول لا مش موضوع هل اللعبة المحترفة بتخفع رجليها؟ شكرا شكرا